تسافر بالجمل ثلاثة أميال لتزور أقاربك ولم لا؟ هل هناك مشكلة تذهب لحلها؟ لا، فقط أريد أن أراهم وأطمئن عليهم تقطع كل هذه المسافة لتطمئن عليهم ولم لا؟ لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصل أرحامنا ونديم الحب والمعروف بيننا وبينهم فماذا قال؟ قال حديثا أوردته في كتابي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه يبسط له في رزقه؟ يعني يزيد فما معنى ينسأ له في أثره؟ يعني تمتد ذكراه بين الناس بكل خير صلة الرحم تصنع كل ذلك؟ وأكثر من ذلك وما المقصود بصلة الرحم؟ زيارة الأقارب والاهتمام بشؤونهم ومتابعة أخبارهم والصلح بين المتخاصمين منهم وحل مشاكلهم هذا لا يحدث في زمننا إلا قليلا لأن الناس في زمانكم انشغلوا بأحوالهم الخاصة رغم أن لديهم ثورة اتصالات تساعدهم على صلة الأرحام تقصد الهواتف؟ والإنترنت والواتس آب والفيسبوك كل هذه وسائل تساعد على صلة الأرحام والتواصل بين الأقارب تقصد أن مكالمة تلفونية قد تكون صلة للرحم؟ بالطبع إذا تعذرت الزيارة المباشرة وهي أجمل وأولى إن لي أقارب لا يزوروننا أبدا ابدأ أنت بزيارتهم كن دائما سباقا لكل خير وإذا زرتهم ولم يزوروني استمر في زيارتهم وصلتهم فأنت تعامل الله قبل أن تعامل الناس غالب ابن عمي العزيز آه أهلا بك يا محمد أوحشتني كثيرا أنت دائما في قلبي وبالي تفضل هدايا بسيطة تحمل رائحة بخارة جزاك الله خيرا جزانا وجزاك إن شاء الله أريد أن أطمئن عليك هل سددت كل ديونك؟ لا تشغل بالك يا عزيزي فرج الله قريب إن شاء الله هذا يعني أنك لم تسددها والله يا محمد لم أستطع توفير المال المطلوب لقد خسرت تجاراتي الأخيرة وماذا عن الدائن؟ أعطاني فرصة حتى نهاية الإسبوع وإلا سيشكوني للقاضي خذ هذا يا غالب وسدد دينك ما هذا؟ المبلغ الذي تحتاجه ومن أين لك به؟ خير الله كثير ولكن أخشى أن تكون هذه النقود هي التي كنت تنوي أن تحج بها هذا العام يا غالب إنها أولويات الدين أولا والحج ثانيا الحمد لله ذهب غالب وسدد الدين الذي عليه الآن أنام مستريح البال كيف تبرعت له بتكاليف حجك؟ أستطيع أن أنتظر للعام القادم ولكن الدائن لن ينتظر على دينه الذي في رقبة غالب والمال الذي دفعته هل هو من الزكاة أم من الصدقة؟ احتسبته من الصدقة ولذلك أعطيته له سراً هل تكون الصدقة في السر والزكاة في العلن؟ هذا أفضل الزكاة ندفعها في العلن حتى نكون قدوة لكل الناس ونبرئ ذمتنا أمامهم والصدقة ندفعها في السر لأنها ليست فرضاً فتكون نيتنا خالصة لوجه الله وهكذا سائر العبادات؟ غالباً فصيام رمضان لأنه فرض يكون في العلن أما صيام النوافل فمن المستحب أن لا نخبر به أحداً وكذلك صلاة الفرض الأفضل أن تكون في المسجد مع الجماعة أما صلاة النافلة فيستحب أن تكون في البيت وبمفردك وهل الصدقة للقريب يكون ثوابها أكبر من الصدقة للبعيد؟ طبعاً لأنها تكون صدقة وصلة رحم في نفس الوقت أنت أيضاً عندما زرت قريبك في المشفى كانت عيادة مريض وصلة رحم في نفس الوقت هذا إذا استحضرت النية وماذا يعني استحضار النية؟ أن تحدد نيتك في بالك قبل كل عمل خير ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم تجار نوايا يستحضرون أكثر من نية للعمل الواحد